طيب دلوقتي انا بسجل فيديوهات تعريفية لمرحلة المعيد والماجستير والدكتوراه والحاجات دي فالمفروض ان انا ريكورد الفيديوهات بالترتيب الزمني ولكن انا الحاجة المتاحة عندي بشرحها وبعد ذا ممكن انصرت الفيديوهات على البلاي لست المهم دلوقتي الفيديو ده بيفترض ان انت خلصت الماجستير لما بتخلص الماجستير بتعمل حاجتين بتعمل وتيجي يوم المناقشة بتعمل دي ماترة اللي انت محتاج تجهزها يعني بالفرض ان انت خلصت التمهيد الماجستير خلصت الماجستير نفسه وبعد كده عايز تقول للناس ان انت خلصت بيطلب منك حاجتين للمناقشة اللي هو الدكومنتيشن والبرزنتيشن واكيد طبعا بتطلب بعد الماجستير حاجة اسمها البيبر اللي احنا قلنا عليها اللي هي ورقة بحسية برضو بتغليل ورقة بحسية دي كلمنا عليها ولو حابين نتكلم عليها برضو قطعنا بنتكلم بس انت بتسجل الماجستير فبتقدم دوكومنت اسمها بروبوزل بعد كده بتعمل الماجستير العملي بقى والتجارة بالحاجات دي كلها بعدين بتطلع بيبر في دوكومنت ما طلوع منك اسمها بروبوزل في دوكومنت ما طلوع منك اسمها بيبرز بعد ما بتخلص كل ده يبقى انت خلصت يعني انت كده تمام خلصت عايز بقى تقدم للكلية حاجات تقول لها انا خلصت وبتقدم ايه بتقدم دوكومنتيشن وبرزنتيشن يعني ايه اه هو ده التسلسل يعني او هو ده ده اللي بيحسب بالنسبة لبرزنتيشن ممكن انا ما نعمل فيديو او فيديو خاص بديو كومنتيشن بالنسبة لبرزنتيشن مفيش طبعا اه 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 يعني ايه ترتيب خاص بالأيتمز اللي موجودة في البرزنتيشن اللي هو مثلا ده الفرومات بتاع الكلية لأ عادي انت ممكن تعمل اي حاجة بس هام حاجة في حاجات معانا ما بتفوتهاش يعني طبعا عنوان اسمها ايه الماجستير او الدكتوراه خلنا انتم عنده ده الدكتوراه تعمل عنوان بعد كده بتتكلم عن السوبرفيرزورز بتوعك بتديلها شريحة لوحدها يعني مفروض بعد الشريحة دي يكون في شريحة تانية يكتب فيها السوبرفيرزورز أسابيهم ممكن صور ليهم ممكن الأفليشنز بتاعتهم هم مشاخلين ايه كده العنوان عايز تحط طبعا ده بيتكلم عن فعايز تحط صورات لا علاقة بالاسم الرسالة بتاعتك برضو عادي ده كان يعني موجة نظر يعني بس حطيت صورة تعرفية عن ان انا بما اني بتكلم عن اليموشن فحطيت حد سعيد منها سعيد عشان بتكلم عن اليموشن ومنها يعني ان اليموشن لها علاقة ان سعيد دي واحدة من دين اليموشنز او ان سعيد ان انا خلصت طبعا يعني هي اي حاجة يعني مش شرط تكون حط صورة فالسوبرفيرزورز بتبدأ تقول ان ممكن تحط شريحة بس خاصة بالسوبرفيرزو وبعدين تكتبهم هم الوحدوهم في شريحة تانية بعكاة تتكلم عن الاجندة ان انا هتكلم عن ايه طبعا الحاجات دي ما فيش حاجة اسمها ان اي حد بيكتب حاجة دي حاجة عندنا في الجسلة بتاعتي فانت الاساسي انا بتتكلم عن وفيه هنا والحاجات دي كلها تبع الشغل بتاعك وطبعا بتكتب حاجة اسمها بتبدأ تتكلم عن المشكلة الاول في حين ان الناس اللي هي هتيجي اتنقشك عارفة كل حاجة والناس اللي هي خط معاها الماجستير عارفة كل حاجة الا ان انت برضو بتعمل حاجة تمهدية كده انك تكتب بروبلم استيتمنت ان فيد المشكلة او انت هتعمل هتحضل المشكلة ازاي فخلنا بس نتكلم الاول عن ممكن يكون فيه ناس حاضرة منقشة مش عارفة حاجة فانت بتتمهد لنه فالانتروداكشن وطبعا الصورة دي طبعا مش لازم هي الصورة بس بتباين ان انت مثلا يعني في حين ان انت دايس او في الشغل الان ان انت هتبدأ تعمل انتروداكشن لسه فاللي هو يعني حاجات تعبيرية كده يعني مش شرط ان انت تاخد نفس الصورة طبعا الحاجات دي فيه موقع اسمه بيتفل اي 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 واكيد فيه فيه كانفا كانفا ويبسايت الواسي اي ان في اي ده بيتحلك انك تعمل بشكل كويس جدا بالنسبة للانتروداكشن يعني قولي يعني اي اي ايموشن وليه بنحتاج ان احنا نعملها واكذا طبعا معروف يعني اي ايموشن ويعني مش عايزة اشرح حاجة لا علاقة بالبوينت بتاعتي بالزبط ولكن ان انت تقولي يعني اي ايموشن او هو فيه يعني انت ليه لجأت للمجال ده ويعني بتبدأ هنا تعرف ان مثلا يعني اي ايموشن الناس ممكن تعرف على ايموشن من خلال كذا وكذا 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 دي المدخل بقى لان انت هتبدأ تاخد في الايموشن هنا تاخد مثلا الفيشي فبتبدأ تماهد كده ان فيه ناس بتعمل كذا تيجي انت بقى في موضوع بتاك تقول انا هاخد كذا من هاستخدم كذا وكذا فدي الانترودوكشن طيب وعايز تقول مثلا ان الناس بتعرف اليموشن طيب ان هي الكروسس بتاعتها ايه او ان هي عبارة عن هبي وساد وكذا يعني او سعيد وكذا وكذا معلومات عامة المعلومات العامة دي فيه معلومات كتير عامة بس انت بتاخد المعلومات العامة اللي هي انت تبدأ تكرارها عندك في الشغل وبالتالي بتدي انترودوكشن عنها في حاجة اسمها بالنس واروزل بنبدأ نشرحها على سنة انا ده هستخدمها جوا بعد كده في طبعا دي يعني سامبل من اللي هو حد انجري او اللي هم يعني متضايق او يعني مقرف وده خايف حاجات كده في ست بايزيك ايموشنز اсят مشهورين بنتدي سامبل كده صور تعبر جزيك بابره ا rolling احنا بنتكلم عليه ان دي معنا الاموشن في ناس بتبدأ تبص الاموشن على ان هي مش يعني مش كده اللي هو هابي او سياد ممكن تبصيلها من ناحية تانية اللي هو من الآخر اليموشن دي نيجاتيب ولا بصديب كده يعني طب هي الانرجي بتاعتها عاليها ولا مش عاليها قلم ولا ففي كده كذا كلاسيفكيشن اليموشن بنبدأ نشرح الموضوع بتاعنا على هيئة فيجرز في الانتروداكشن ده منظوري يعني لو انت مش حابب تعمل كده براحتك يعني ده بس الحاجة بتشرح ايه اروزل ويعني ايه فالانس او يعني ايه الدنيا فلو انت مسكت مثلا الهابي هتلاقي ان الهابي دي حاجة يعني مثلا البار بتاع بوصدف او نيك خلينا نقول انها بوصدف والبار بتاعتها عالي المفروض ان الواحد هابي بيكون دي حاجة ممكن يبقى لها صوت مثلا وحاجة او لها حركة او يعني فيها حاجة اكتبنس يعني اللي هو اهل و سالن تعرفتني عن ايه موشن وايه البيزيك يعني معلومات في حاجة اسمها فالانس اروزل في حاجة اسمها هابي ساد يعني في حاجات كتيرة انت اتكلمت عليها وفي حاجة اسمها انت ما كزا ملتي موديل دي انترودكشن انت عايز تعمل ايه بتكلم بقى ان انا عايزة اعمل اموشن ريكوجنيشن باستخدام الفيس و ال اي اي جي تبدأ تقول انت ايه هتبقى ايه بالنسبة للناس دي كلها طيب وفكرة ان الاموشن بتتغير مع الوقت او ان الاموشن بتاخد وقت يعني طبعا انا مش في قصدي ان انا اتكلم عن الدكتورات بتاعتي با لكن هي يعني مثال لانك بتعمل ازاي يعني ده التمهيد يعني انك بتتكلم عن معلومات عامة عن الموضوع بتاعك وتتجيب ترمز او مفاهيم او مصطلحات هتبدأ تستخدمها problem statement اللي هو خلاص يعني انا عرفت يعني ايه اموشن انت عايز تعمل ايه بالضبط فانا بقول ان انا هستخدم الانهي وان الاموشن هتتغير مع الوقت ودي حاجة انا هستخدمها عندي يعني ده معناه ان انا مش هاخد صورة للشخص لا انا يفضل اخد فيديو او اخد مدة لان الاموشن بتاخد وقت بتبدأ تتكلم على ال data set اللي انت تستخدمها لو في صورة من علوة بسايت لا علاقة بال data set ماشي اسم ال data set لو في لينك لها فيها ممكن مثلا اي اسامبل زي منها مثلا ممكن تحطها بعد كد بتستخدم تقول انت هتستخدم تقول ايه او الالجوريزم اللي استخدمه او الاركتيش اللي استخدمه تبدأ تقول اللي ده للمشكلة وهي ده لشكل الالجوريزم بتاعي شكل عمل ازاي شكل الاركتيكتش نفس يعني لو انت وحاسبات ومش عارفة تبدأ ترسم شكل الاركتيكتش اللي استخدمه ممكن ده تحط في بروس سيستمت مش تحط في بروس سيستمت او تدي شكل مبسط لس الان اللي هو عندك وعندك وعندك وكل طول وعرض ورتفاع حاجة داخل الجوة والموتيفيشن اللي هو يعني في حاجة اسمها اموشن ده في الانترودوكشن انا احل المشكلة دي او ان انا هبدأ اعمل اموشن فمفروض تقول لي ليه ليه انت عايش تحلها يعني يعني هستفاد ايه فهنا ببدأ طبعا بشكل يعني على هيئة صور ان انا هبدأ اقول ان ايه المجالات اللي هتستخدم او اللي هتستفاد من النالة ما تعرف علي موشن اتلاقي مثلا البوليس اوفيسرز في الانفستيكيشن ان انت ممكن لو حد بيتحقق مع حد وعايز يعرف هو جهاز كشف الكسب يعني هو دلوقتي لما بتسأله سؤال بيبين ان هو نورمال هل هو نورمال فعلا ولا متوتر فبتبقى ان انت بتوصل للشخص اللي انت بتعمل الانفستيكيشن بالجهاز بتاعنا وبالتالي تقدر تعرف على الموشن بتاعته ممكن تفيد في حاج كتير يعني ممكن تفيد في السيكوريتي ان انت بدلا لو انت بتعمل ايتي ام مثلا بدلا ما الشخص بيصين بالفيزا كارد بتاعته ممكن ممكن لو خدنا معلومة الموشن بتاعته باستخدام الاتم ماشين قادر اعرف ان هو هل هو مجبر او حد بيعني ايه لو مخطوف او متهدد او بتاع فان انت ممكن ده بيفيد في السيكوريتي انه نعرف الاموشن بتاع الشخص وهكذا بقى ممكن يفيد في فكرة الكول سنتر او الميديسين ان انت ممكن الدكتور بيتابع المريض يعني المهم ان انت بتكتب كده وبتقول ان ليه عملت المشكلة دي اوكي عشان برضو قلنا مش عايزين نخش فيه النقطة بتاعتنا على اساس ان انت دي حاجة جنرال يعني طيب وبتكتب هنا ايما تكتب على هاية بونس ايما تكتب على هاية صورة براحتك وبعدها بتبدأ تشرح طيب ايه انت بقى هتعمل ايه انا بقى المجال بتاعي او النقطة بتاعتي هعمل كذا حيك تمام فالمفروض ان انا فالبربوز فريمورك بتقول ان انا هعمل كذا وبعدين كذا وبعدين كذا لو انت تلات حاجات يعني فتبدأ تشرح كل حاجة لوحدها اللي هو مثلا ان انا هتعرف على الاموشن من خلال اي جي وبعدين بتبدأ تقول عملتها ازاي طبعا دي برضو حاجة من من وجه النظر يعني كنت عاملة صورة كده بتبين ان النتائج عاملة ازاي يعني مثلا هتلاقي هنا ده كلام كده حاجة برحتك يعني بس ان النتائج مثلا كانت جيدة نتيجة هنا هتخش على الفيس هتلاقي ان النتائج مثلا مش عارفة مثلا كانت يعني مكناش راضيين عن النتائج مثلا بعد كده لما عملنا كانت النتائج أو السيستم التالت يعني كانت النتائج كويسة جدا لو عملنا مثلا الحاجة تالتة كانت النتائج او برابعة يعني النتائج كانت عادية يعني ما وصلناش لحاجة معينة فيها يعني او حاجة يعني وصلنا اكيد لحاجة معينة بس للناس التانية ما كانتش مثلا ممكن تبقى زيهم بس مش احسن منهم يعني المهم ان دي كانت حاجة كده ايه بس كده محطوطة مش شرط تعمل حاجة زي كده بس كانت وسيلة للتعبير بشكل سريع عن ان انت عايز تقول ايه كده يعني بتعمل ايه لو انت مسكت او مسكت حاجة واحدة بتبدأ تقول الطريقة اللي استخدمتها بتبدأ تيه يعني لو فيه تفصيلة دقيقة خاصة بالجزم داعك بتكتبها اكتر يعني مثلا ان احنا قلنا ان اليموشن بتتغير مع الوقت وبالتالي لما اجي اخد اخد سيجنال على هيئة في ريمز او كتيرة او يعني كزا ثانية يعني لو دي البيانات بتاع ثانية واحدة فدي ثانية التلتة الرابعة الخمس مثلا فلو فيه اي تفصيلة تانية خاصة بس السم بتاعك بتبدأ تحطها النتائج لو انت عايز تقول ان انا طلعت نتائج بالارجوزمي بتاعي ونتائج تانية بتبدأ تحطها او او لو عملت ستيب تانية لو دي نتائج او معينة وبعدها انت حاولت تحسن دي مثلا نتائج دي احسن من دي لو حابيت تحسن اكتر تبدأ تقول ان انا لما حسن انت حصل كذا لو ان انت عايز تكرم حاكتين ببعض وانا افرض مثلا عملت حاجة اسمه اوجمنتيشن فدي كانت النتائج من غير اوجمنتيشن ودي نتائج باوجمنتيشن كده يعني فتلاقي ان انت كل الكمبارزون او الريزلس او الحاجات بتحطها على هايت فيجرز وبعد كده بتبدأ تقارن لازم يعني يفضل ان انت يكون عندك جدول بقارن نتائجك بنتائج الناس يعني ده مثلا سبعة وتمائين 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 الناس اللي قبل كده كان ايه فالو انت احسن منهم فايه فتبعين بتبدأ بقى يعني دازم يبقى له ريفرنس برا في الاخر او حتى بيوظهر اللي هو مين نيون ايطل او ناصر ايطل مين دول فدول الناس يعني مثلا نيون ايطل ده حد اشتغل في الاموشن وطلع نتائج كزب وده حد تاني فدي بس معنا الحاجة بس عايز الناس تروح للشغلة ده بتكتبها تحت في الريفرنس وهو طبعا يكون موجود فيه ده شكل لو عملت شغلة تاني ماشي بتطلع نتائج كل نتائج بتحطها على هايت فيجرز عشان يعني ابقى فاهم واكيد طبعا في الاخر ناس نتائج بسنتيشن بتشرح يعني بتقول ليه ده يعني SLC ويعني MLC مثلا سينجي بتشرح ممكن هنا او هنا بس المهم ان انت بتحط كل حاجة على هايت فيجرز وبعد كالفاس بتعمل لفس الفكرة استخدمت ايه يعني النتائج طبعا عشان بتعمل فاس ما محتاجت سجمينت الفاس ريجون اللي واحدها بتطلع نتائج يعني اي نتائج خاصة بالبروسس بتاعتك في النص بتوضحها وبعدين نتائج على هاية اركم بتطلع اوكي دي يعني اركت Yechchart بدين نتائج ليه الاركم اوكي او دي اللي هو انا مثلا عملنا فيس اه فين هنا عملنا فيس بكذا طريقة مثلا عملناها ب بالسكن عملناها بالماسك في كذا طريقة يعني او يعني مهمة يعني اكتر من مرحلة بس طبعا ان كل النتائج اللي في النص بتطلحها كimage يعني احنا هنا لما عملنا الفيس عملنا الفيس باستخدام الاسكن وعملنا الفيس باستخدام الماسك ارسنين يعني عشان تقول ان الفيس دي طلعتها عندك صورة وعايز تصلى على الفيس ريجون بس يما تعملها بالسكن تيكشم تبدأ تشوف البيكسل ريجونز اللي يلاها علاقة ببيكسل ريجونز اللي يلاها علاقة بالفيس بس وهنا لو ماسك المهم يعني دي طريقة يعني لو فيه Output خاص بصور أو نتايج بتحطها مش لازم النتايج تبعها على هات أركام بس لا بتحط الأوتبط عادي بتقول هنا استخدمت إيه أو البرستجر بتاعك كان عامل إزاي طيب بعد ما خلصت الفيس عايز تعمل الـ Fusion System يعني عايز أعمل باستخدام الاتنين مع بعض فتبدأ بردو تطلع نفس النتايج لو عايز تقول الـ Architectural استخدمته النتايج اللي وصلت لها لو فيه حاجة محتاجة تشرح معادلة أي حاجة محتاجة تشرح في النص النتايج مقنرتها بالناس وهكذا حاول كل حاجة تتعمل وفيه جدول ممكن تعرض جدول ممكن تعرض فيجر ممكن تعرض حاجة زي كده ف دي النتايج طبعا دي الحاجة التانية حابنا نشرح إحنا عايزين نعمل إيه وليه هنعمل Regression وبعد كده النتايج ومقرنتها بالناس انا بتعمل conclusion ان انت من الآخر شرحت واحدة ثلاثة أربعة اني انا هعمل emotion بكذا وكذا emotion بتختلف مع الوقت النتايج كده كذا استخدمت التالجرزم إيه مش عارف إيه كده points يعني ويه البابليكيشنز انت ايه البيبرز اللي انت نشرتها والكويشنز بتبقى في الآخر يعني هو المفروض البرزنتيشن دي بيبقالها بتقعد مثلا من عشر لتلت ساعة على حسب انت شغلت عامل ازاي بس ما بتقلش عن عشر دقايق وما بتدتش عن تلت ساعة علشان وقت اللجنة لان كده كده انت لو خدت تلت ساعة هم اصلا بيبقوا محتاجين وقت علشان لجنة المناقشة ما تطولش كل دكتور بيعود يسأل نخش في الموضوع بس الوقت دي واحدة اخر صلاح دي لها سانكس ان انت كل الناس سالت ايه بقى اللي بيحصل ايه الاسئلة دي انت المفروض بتيجي في يوم المناقشة بتعمل بريزنتيشن بعد كده بتروح يوم المناقشة طبعا بتبدو تسجل بقى بتملي ورق ومش عارف ايه وتسجل في الكزا وتحجز القاعة ولو فيه مصاريف معرفة طبعا على حسب انتفقاني كلية المهم في الاخر بتروح يوم المناقشة معاك بريزنتيشن واللبس الجميل وبعد كده بتحضر اللجنة بتعمل بريزنتيشن بتاعتك من عشرة لعشرين دقيقة وبعد كده المشرفين بيبدوا يسألوك اسئلة المفروض ان المشرفين بيبقى فيه ناس يعني ناس اللي موجودة اللجنة اللي بتسأل بيبقى فيه المشرفين بتوعك ومشرف خارجي او يعني اسمها ايه محكم خارجي واحد من برك كلية فالس مشرف خارجي محكم خارجي من برك كلية ومحكم داخلي من جوة كلية والمشرفين بتوعك ممكن المشرفين بتوعك ثلاثة ممكن مشكلة بتاعك اتنين المهم يعني وارد ان كله ده يحضر المشرفين لو ثلاثة والمحكم داخلي والمحكم الخارج يبقى خمسة فتتوقع ان انت تسيل الاسئلة من الخمسة بس بويت اعلى المحكمين هما اللي يسألوا اكتر لان المشرفين عادة ما بيكونوا خلصوا كل الاسئلة معاك بيسألوك قبل المناشرة اصلا كل حاجة وبالتالي هيبقى حاجة ان لوجيكا اللي يعني هما يسألوك حاجة اثناء المناقشة اللي هو يعني للاحراج يعني فبيسألوك بقى كل حاجة قبلها بييقبوا هما موجودين وقت المناقشة عشان يعني يصبرتوا هما اصلا موجودين بشكل برضو اللي هو رسمي علشان المناقشة تتم بشكل منطقي ان هما موجودين مش ان انت لك حد معاك يعني وفي نفس الوقت علشان يصبرتوا يعني لو حصل وتسألتوا سؤال وانت وقفت مثلا فهما بيبقوا عارفين ان انت اشتغلت او عارفين اللي جابة بيبقوا معاك يعني فهما جايين تصبرتوا المشرفين وعشان الموضوع يبقى بشكل رسمي بس اسئلة منهم ما بتكونش كتير قوي ولو فيه ما بتكونش بهدف الغلاسة ولكن المحكمين بيبقى الاسئلة بتبقى يعني مفروض ان هي بيسألك سؤال هو فعلا مش عارف اجابته منك وانت بتقعد تجاوب لان طبعا ما عادش معاك طول السنين اللي انت اشتغلت فيها وبالتالي مش كل حاجة بتبقى واضحة بالنسبة ليه عملت كذا طيب ليه ما عملتش كذا طيب مش عارف ايه طب هل انت شايف ان الطريق اللي انت مشيته ده صح ولا فيه طريق تاني احسن اسئلة منطقية جدا ممكن تلاقي اللي بيقولك ان الشغل اللي انت عملته ده يعني هو مش شايف ان فيه شغلة تانية احسن عادي خالص بتبدأ ترد بردود منطقية وبتاخد وقت تبقى في اللجنة يعني ردود منطقية لان انت اكيد عارف في الشغل حاجات وبتبقى فاهم ان هو بيسأل من منطلق الاستفسار وان هو يفهم اكتر انت فاهم شغلاء ويفهم اكتر منك الحاجة اللي هو مشو خباله منها لانه مقعدش معك فالموضوع مش جنة ونار والموضوع بيقى كويس جدا بس الفكرة ان انت اصلا بتكون محضر للدنيا دي قبل ما بتروح بتبقى ما فيش حاجة اسمها ان انت تبقى قاعد مستني يوم منقشة الاسئلة سؤال وجودي او سؤال سؤال في الماجستير عادي او في الدكتورات بتاعتك عادي بس سؤال انت مش متوقعه بيحصل بقى زي انك بتقعد لوحدك وبتبدل تسأل اسئلة عادي تبزا وكسل نفسك ليه اخترت الموضوع ده وش معنى ده وناس لاستفاد منه ايه وفي هل في طرق تانية نستخدمها اسئلة كتير جدا بتقعد تسألها لنفسك وبتبدأ تجاوبها وبعدين بتروح يوم منقشة بيبقى دايما الاسئلة اللي هم هيسألها لك واحدة من الاسئلة اللي انت جهزت نفسك به فالموضوع يعني بيبقى احتاج بريباريشن بس او اعداد فالموضوع مش يعني فكرة انك بسلت محلت المناقشة ده يعني انت كده انسان محترم فالموضوع ما بيكونش فيه ازعاج ولا حاجة وبيبقى بس هدفه ان احنا عشان نقفل موضوع الماجستير لازم بنعمل منقشة ولازم بييملوا هم بعد كده المشرفين او اللي هم المحكمين ورق كده انت بتجيبها من قسم ان ايه يعني ايه ان احنا خلاص نقشنا الشخص كذا 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 وهو خد درجة الماجستير بيبقى ورق بيكتب وفي نفس الوقت هم نبدو ما بيكتبوا الورق يعني بص انت بتخلص البرزنتيشن بعدين بتكلم على اللي انا شفته يعني ان انت بيستأذنوك انت تخرج برة القاعة عشان هم هيتناقشوا عشان يعني يقولوا ايه مثلا انت شاكيني شغل تقيل شغل لوليل ممكن المحكم يبقى شايف مثلا ان هو سألك السؤال انت ما جوابتش كويس او ما فهمش السؤال فبيخرجك وبعدين ما فهمش الاجابة قصدي بيخرجك وبعدين بيقعد مع اللجنة بيكتم مع بعض بيقول انا شايف كذا الدكتور الدكاتر المشرفين يقول لأ اذا ده هو كان كويس مش عارف ايه لأ هو شرحها بس هارب خدش بالك المهم يعني بيبقى لازم بعد ما بتخلص بتقعد عشر دقيقة تلت ساعة بتشرح بعدين هم بيقعدوا من عشر تلت ساعة بيسألوك بعدين بتخرج برة القاعة بيقعدوا يتناقشوا مع بعض بيخلصوا ورق بيبضلوا يوم دو ورقوا مش عارف ايه وبعدين بتدخلوك انت بقى كل اللي معاك عادي بعدين بيبقى اللحظة التاريخية اللي هم بيقولوا فيها ان تشهد كذا وكذا وكذا اسمك كلية يعني ان الطالبة كذا 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 حصلت في عدارة الماجستير وطبعا نفس البرزنتيشن دي او تقولوا حصلت عدارة التورا حسن انت بتعمل ايه ف وانس ان هم قالوا حاجة زي كده فخلاص انت رسميا حصلت عدارة الماجستير كل اللي جاي بعد كده مجرد ورق الورق بتاعك بيبدأ يدخل بعد كده مجلس قسم بعدين بيدخل مجلس كلية بعدين مجلس جامعة بتقعد كم شهر كده خلاني نقول اقل حاجة ثلاث شهور عشان في الاخر يتقلك ان انت حصلت عدارة الماجستير وشوف بقى انت اللي يحصل بقى ممكن مرتبك يزيد ممكن مثلا تترقف الوظيفة ممكن تبدأ تستلم شهدت الماجستير وتقدم طلب عليها وتاخدها يعني دي البروسيس يعني بس دي كان البرزنتيشن خاصة به الفيديو الخاص بالبرزنتيشن ايوم طبعا دي نتبقى دي واضحة وان شاء الله نتقابل فيديو جاية اشتركوا في القناة